اشتركوا في القناة يوم احد كما يكون المفسرون فان كان قد هزم فكيف نفسر قوله تعالى الا تنصروه فقد نصر الله وقد نزلت بعد اخر غزواته وكذلك قوله تعالى كذلك حقا علينا نصر المؤمنين ثم قوله تعالى كتب الله لاغلبان انا ورسلين وانشوف الاجابة بتقول فان النبي لم يهزم لا في احد ولا في غيرها ومن قال بهزيمة النبي فقد كذب وخالف النقول الصحيحة الصريحة وقائع التاريخ المتواترة والمستفيدة وقد نصى اهل العلم على كفر من قال ان النبي هزم وقال انه يقتل وهل يستتاب قبل القتل فان تاب قبلت توبته وان لا قتله او لا يستتب اصلا بل يقتل بدون استتابة قال العلامة خليل المالكي في المختصر واستتيب في هزماء او اعلنة بتجذيبهم وهنا بيجاوبوا السائل بيقولوله ان محمد لم يهزم طب تفسروا بايه الحديث اللي جي في سحيه البخاري ومسلم ان الرسول انضرب وكسرت ربعياته وشوفوا معايا الحديث جريحة واجه رسول الله وكسرت ربعياته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة بنت الرسول الله تخسل الدم الى اخر الحديث وكلنا عارفين ان المسلمين انهزموا في احد بس اللي يقول كده حكمه انه يكفروا ويستتب او يقتل وخلينا نكمل الاجابة اما في احد فإن المسلمين كبدوا فيها خسائر فادحة وولى بعضهم وانكشفوا عن رسول الله ولم يبقى معه الا مجموعة من الصحابة ثم عادوا اليه وظلوا يدافعون عنها حتى تراجع العدو فلم ينهزموا ولم يفروا رسول الاسلام في غزوة احد كان هيتقتل وما كانش عايز يموت ومش عارف يدفع عن نفسه وشوفوا معايا الحديث اللي جاي في صحية مسلم بيقول صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير فبغزوة احد بيقول يعني انس ابن مالك ان رسول الله افرد يوم احد في سبع من الانصار ورجلين من قريش فلما رهقوا قالوا من يردهم عنا وله الجنة او هو رفيق في الجنة فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه ايضا فقال من يردهم عنا وله الجنة او هو رفيق في الجنة فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله من صاحبيه ما انصفنا اصحابنا يبقى مات ما كانوا كام سبعة فين جبريل يدفع عنه ده قال انا شايف جبريل في بدر شوفوا معايا الحديث ده بيقوليه ان النبي قال يوم بدر هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه اداة الحرب وده الراوي مين عبدالله بن عباس والكلام ده موجود في البخاري وتسحيل الحديث قدامكم يعني المفروض جبريل معاه في المعارك وبيدفع عنه مش يقعد ينادي من يردهم عنه وله الجنة من يردهم عنه وله الجنة وطبعا خلينا نكمل الاجابة وعن هذه الغزوة يقول الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مصلها قلتم اني هذا كل هو من عند أنفسكم ان الله على كل شيء مقدير قال عمران 165 ويقول الله تعالى في أولئك الذين تولوا ترك رسول الله وجماعته الآية قدامكم اللي هي سورة قال عمران 155 يعني هنا بيقول ان في فرق انك تقول بهزيمة النبي وبين تولي بعض الجيش أو أكثره وانكشافه عنه يعني في فرق ان انت تقول كده فبشوفوا معايا كده يا جماعة سورة قال عمران 14 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن انقلب على عقيبه فإنه فلن يضر الله شيئا وسيغزل الله الشاكلين تفسير ابن كسير بيقولين ايه في الموضوع دا لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم واحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا أن محمد قد قتل ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم قتلت محمد وإنما كان قد ضرب رسول الله فشجه فشجهوا في رأسه فوقع ذلك يقولوا بكسير من الناس واعتقد أن رسول الله قد قتل يبقى حتى التفسير بيقول انه هم انهزموا فلما حد يسأل الشيخ حكم من قال انه محمد انهزم بنكفره ونقتله وكمان ننكر انه منهزمه يبقى السؤال ازاي القرآن قال انه كتب الله لأغلبان أنا ورسلي وانهزموا فوق أحد وده السؤال لنا بسيبه معاكم في آخر الحلقة وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين ونجيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة